أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبو القاصم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجار وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم بعزاء آل محمد عليهم السلام ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم ومن مقام العبادات بعد ذكرنا لمقام الصلاة والزكاة والحج ومقام الجهاد وهو الذي كان المظهر الحقيقي والفتنة الحقيقية لكشف حقيقة سجودك وقيامك وعطشك وجوعك فقد ورد في الحديث ما بال مقتول في سبيل الله لا يفتن في قبره قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفى ببارقة السيف فتنة الله حينما تصل الهدبة إلى مقام النفس يصبح الإنسان دلالة صدقه عنوان لجبينه إذ أنه متخلن خلال تخليه عن النفس عن موضوع المال والجاه وغير ذلك لأنه في هذه الحقيقة سوف يقب كل شيء ومن هنا أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يجاهدوا وكتبه عليهم كما كتب عليهم مقام الصلاة وقرنه بمقام نية القربة وإلا كان الفعل الخارجي لو لم يكن معقودا بمقام النية للوصل إلى الله سبحانه وتعالى لكان شهيد الحمار كما ورد عندنا في كثير من الروايات وسيأتي مفصلا إن شاء الله أن مقام الجهاد على رتب منه جهاد أكبر وهو تحمل مقام ولايتنا لأن مقام الولاية الذي هو تعلق بالأصول وبالقروع ومخالفة الهوى هو شيء أصعب من بارقة السيف والثبات على هذا المقام وذبح النفس هناك بملد ذاتها والتوجه لذاتها والتوجه لأنانيتها والتوجه لهواها هو أصعب بكثير من أن يضرب أحد يضرب أحدنا رأسه ببارقة السيف لأن هناك تتعدد القتلات في مخالفة الهوى تتعدد القتلات وإنما في بارقة السيف هي قتلة واحدة وليست قتلات متعددة ومن هنا كنت أحدث بأن أولياء حضرة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليهم أنهم والله في الليل والنهار ألف قتلى يقتلون سواء كان في مخالفتهم لأهوائهم أو تقديمهم لضعفاء الشيعة وإعانتهم أم لإكرامهم للآخرين أم بحلمهم وصبرهم على المقدرة أم أم إلى غير ذلك من مقامات يكون الجهات فيه باباً واسعاً أساساً وطريقاً كبيراً لذلك عبر حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كل شيء في طريق الحق مرهون في هذه النفس وأن هذه النفس يمكن أن تفتة بالقتل ويدخلها شيء من الشجاعة مثلاً ولكن الشجاعة الحقيقية كما ورد عندنا في الأحاديث أن شجاعة مخالفة الهوى شجاعة الإكرام شجاعة العفو شجاعة أن تكون قادراً وتعفو عن من ظلمك إذا مروا باللغو ومروا كراماً إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً الذين يصبرون ويحلمون عن أن يستنزل بهم العذاب على قومهم فيسألون الله سبحانه وتعالى العفو وهذه كلها مجاهدات في طريق الجهاد وهي أبواب ذكرتها مفصلاً فيما مضى في بحث جنود الجهل والعقل فليراجع ولذلك مجاهدة النفس في اتباع عنوان جنود الجهل للوصول إلى عنوان جنود العقل ومن جاهد نفسه للتمثل بهذه الحقائق كان مجاهداً أكبراً وقد بلغ فيه عنوان الجهاد الأكبر ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى أول ما سمى سمى أنبياءه وأولياءه والأوصياء بأنهم المجاهدين وقد عبر لهذا المفهوم أن يجاهد الإنسان في سبيل الله وأن أي جهاد آخر سيكون جهاد ضلال لا يمكن أن يبني بل كلما زاد الإنسان في السير من غير معرفة زاد البعد فيه عن طريق الحق وزاد الخراب فيه فلابد للإنسان من تعيين طريق الله سبحانه وتعالى المأخوذ من كتاب الله وعترة آل بيت محمد كما أمرنا حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا ليكون حديث آل محمد هو الحاكم على أهوائنا فنكشف باتباعنا له وكتاب الله سبحانه وتعالى أننا قد خالفنا الهوى وإلا يكون جهادنا جهاد الأنانية جهاد الأهواء جهاد حب الحمار كما ورد ذلك عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا إن فلان قد استشهد قال كان شهيد الحمار إنما رغب في النزول ليأخذ هذه ويترك هذه وكم من إنسان ينزل إلى ساحة المجاهدة وهو يطلب شيء لنفسه سواء امرأة أو سواء حمار أو سواء سيارة أو سواء جاه أو سواء كرسي ولن تكون هذه العبادة شيء في طريق ضياء الآخرة طريق سراط الله المستقيم ولن تضيئ له شيء لأنه كان في حقيقته حقيقته يجاهد مع نفسه على عنوان الوصول إلى أهوائها وبالتالي لن يصله هذا إلى الهداية الله سبحانه وتعالى أمرنا ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا وحينما نجد الضلال عن المعرفة وليس الضلال هو انكشاف في الآخرة فحسب بل هو الضياع هو التشتت هو التشكيك هو كل هذه الأمور إذا وجدناها في طريقنا وسيرنا فلنعلم أننا قد قصرنا في عنوان التمسك في كتاب الله وعترة آل بيت رسول الله لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي ضمن بالوصول إلى مقام الهداية ما إن تمسكنا بهما بل لم تظلوا التي تفيد النفي الدائم والثبات الدائم على طريق الهدى كل جهاد ليس الجهاد حمل السيوف كم من أناس حملوا السيوف في هذه الأمة وكانوا حقائقهم في جهنم سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها حينما نظر القوم إلى كثرة عددهم وكثرة سيوفهم كانت تقول لهم فاحتلبوها دما عبيطا وفتنة عمياء الذين خرجوا من غير إذن الإمام انظروا كيف وصلت إليهم المآل كيف شتت كيف أصبحت المدينة معقلا للذبح كيف أصبح مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معقلا لذبحهم إذن ضلوا قد حملوا السيوف هناك أقوام حملوا السيوف ليقاتلوا مع أمير المؤمنين وفي شبهة صغيرة وضعوا هذه السيوف في ذاته على رقبة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بطريق جهاد إنها مخالفة باب الله عليه أفضل صلوات الله وتحياته هو عداء لله وعداء لرسوله بل هي مجاهدة إبليس إن الطريق الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نجاهد فيه فوضحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسماه بالجهاد الأكبر لندرك من خلاله الجهاد الأصغر فنعلم حين مخالفة الهواء أننا أصبحنا ممن يتهيأ لحمل هذا السيوف وأن المقتول في ها في كل الجهادين هو شهيد ومذياء لذلك ورد ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدا لأن المحب لآل محمد لا يبقى شيء في الوجود إلا ويأتي فيؤذيه إلا ويأتي فينكد حياته سواء من شيطان شياطين الجن أو الإنسي أو الحكومات أو غيرهم من الظلم الذين كانوا يحاصرون أولياء آل محمد عليه السلام بالعكس القتل كان راحا بالنسبة إليهم القتل كان راحا بالنسبة إليهم إذن هذه حقيقة المجاهدة مخالفة النفس في أمر الله وأمر رسوله وأمر الأوصياء فحيثما أمرنا واتبعناهم علمنا أننا قد جاهدنا أي بمعنى بذلنا الجهد في مخالفة أهوائنا حتى وصلنا إلى سبيل الله حينما أورد هذه الحقيقة عين مقام السبيل أشهد أنك سبيل الله الذي منسلك غيره هلك وأن ليس هناك توجه لمقام المجاهدة في سبيل الله إلا التواصل والخدمة لما يأمره حضرة إمام الزمان وهذا إنما يكون فيما قاله آباءه صلوات الله عليهم أجمعين ووضعوه في مقام الميزان نعم المقتول دفاعا عن ماله وعرضه وبلده وأهل بيته وماله هذا يعطى أجر الشهيد ونحن لا نسمي هذا المجاهدة في سبيل الله وإن كان القتل يمن الله سبحانه وتعالى عليه في مقام ماذا؟ الشهادة إلا لأنها طريق الحق لأنها طريق واضح ألا من مات دفاعا عن عرضه وماله وبيته وداره وأهله إلى غير ذلك كان شهيدا عند الله سبحانه وتعالى ولكن ما نعنيه هنا هو توجه الأمة إلى الإنقيات في المقاطلة ورفع السيف لننظر أن أئمتنا صلوات الله وسلام عليهم أجمعين ماذا أمروا في عنوان الجهاد في سبيل الله حتى يعطى الإنسان هكذا مقام يعطى مقام المجاهد في سبيل الله أنه الذي والعياذ بالله يؤذي عياله فيما خلف فله جهنم كما قال الله كيف الله وضعه سبحانه وتعالى في هذا الميزان حتى أن ارتباط عياله أصبح ميزان لدخول الناس في جهنم فيما لو آذوهم أو كادوا لهم أو غير ذلك في الآيات القرآنية الله سبحانه وتعالى يتحدث كثيرا عن هذا المقام كما يتحدث عن مقام الصلاة والصيام وجعلها فريضة مرهونة بنية القربة ولا يمكن أن توصلك إلى هذا العطاء الإلهي الذي هو دخول في الوجه الإلهي وهو مقام الحي الدائم ببقاء الوجه لأن الله سبحانه وتعالى يعبر عن الذين يقتلون في سبيل الله أنهم أحياء وليسوا بأموات ومقام الحياة لا يمكن أن يتم لغير وجه الله سبحانه وتعالى الذي هو تمثل مقام الإمامة قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون فقد قرن مقام الفلاح بمقام المجاهد في سبيله مقدم على ذلك مقام الإيمان والتقوى وابتغاء الوسيلة بمعنى التوصف بمعنى التوجه إلى باب الإلهي وقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ومقام الرحمة الإلهية مرغون أيضا بمقام المجاهدة وقال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا لجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين مما يعني أن مقام الجهاد ومقام فتنة لكشف حقيقة نفسك وهي سنة أن الذي ركعت وسجدت له وبذلت مالك في إتيان الخمس إليه وحجيت ولبيت ودعيت إلى نصرته هل أنت حاضر بأن تبذل نفسك ومالك وجاهك وكل شيء أم أنك كنت تخادع لتنال منصبا في دار الدنيا أو جاها أو مالا أو امرأة أو دارا أو غير ذلك مما لذاته فيكشف في طريق ذات الشوكة حقائق بواطنكم فإذن هو من مقام التمييز ليميز به الخبيثة من الطيب ولذلك ورد في الحديث في الكافي قال كتبت إلى أبي محمد أسأله عن الوليجة قال الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من سمى من سمى الله سبحانه وتعالى المجاهدين الذين يعلمهم شرط أم حسبتم أن تتركوا ولما هيك ولما يعلم بمعنى يريكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم منهم قال ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون فقد وضع شروط لمقام الجهاد وهو ماذا أن لا يتتخذ من دون هؤلاء الذين هم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين المعني بالمؤمن هو ولايتنا آل محمد والأئمة صلى الله عليه أجمعين وقد ورد في الأحاديث والما من آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وأنا رأسها يقول حضرة أمير المؤمنين إذن بمقام الجهاد هناك ثلاث شروط الله سبحانه وتعالى يبينها معلومية الله أي إراءة عملك وهو يعلم أنك صادق أو غير صادق بمعنى يظهر حقيقة عملك مشروط هذا المقام بثلاث شروط بالمجاهدة هو عنوان ولاية الله وولاية رسوله وولاية الأئمة وأن لا تتخذ وليجة يعني لا تسلك سبيلا آخرا سأل سفيان بن محمد قال كتبت إلى أبي محمد أسأله عن الوليجة وهو قوله تعالى ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين فراجع الجواب الوليجة الذي يقام دون ولي الأمر وحدثتك وحدثتك نفسك عن المؤمنين منهم في هذا الموضع فهم الأئمة الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانهم فيجيز أمانهم في هذا الموضع المراد من المؤمنين هم ماذا الأئمة هذا بتفسير الإمام صلى الله عليه وسلم أي أن أي شيء في غير طاعة الإمام لا يمكن أن يسمى جهاد بنص الآية القرآنية ولم يتخذوا ماذا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون هذا شرط أساسي أن لا يكون أحد مشرك معهم أو متخذه في عرضهم أو في طولهم ولا بد وأن يكون منصبا من قبل الإمام وأن أي جهاد لا يمكن أن يسمى جهاد من غير هذا لذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الارتداد عن الدين عن الإسلام وليس عن الإيمان من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع العليم قد بيّن الحق المتعال أن مقام الفضل الإلهي الموروث عند أوليائه هم الذين ماذا كانوا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وما من الذل هو الإنقياد والطاعة والتي تكون لمقام أئمتنا صلى الله عليه أجمعين وقد وصفت الروايات هذه الآية طارة بقوم سلمان في آخر الزمان وأن مقام نصرة الإسلام سيسلب من يد العرب ويعطى لقوم فارس فيأتون في آخر الزمان ويكونون أنصاراً للحجة بن الحسن صلى الله عليه وسلم فإن فيهم دولتنا كما ورد في الأحاديث وأيضاً بيّنت الأحاديث ائتوهم ولو حبواً على السلج المهم أن تكون الدعوة لنا وأن لا ينصبوا ديناً من غير أمرنا وأن يلتزموا فيما أمرنا فيكون أساساً أذلة على المؤمنين قادتها أذلة يعني نفوسهم ذليل لأمر الإمام صلى الله عليه وسلم وبذلك يحقق النصر من هذا الباب إن شاء الله أنا سأفتح في الأيام القادمة عنوان الرايات التي قد يشتبه على البعض فيطلق عنوان والعياذ بالله الضلال عليها ويمكن أن يشتبه البعض آخر ويطلق على غير رايات التي تقول بقول آل محمد أنها رايات هدى وسيأتي مفصلاً البحث في هذا الباب ولذلك قال أبو عبد الله عليه السلام إن صاحب هذا الأمر محفوظ له لو ذهب الناس جميعاً أتى الله له بأصحابه وهم الذين قال لهم الله عز وجل فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين وهم الذين قال الله فيهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مما يعني أن الذين كانوا أذلة هم أصحاب إمام الزمان صلى الله عليه وسلم عليه الداعين إليه الدالين عليه والداعين إليه هؤلاء الذين يكونوا ميراث لو كفروا الناس جميعاً لكانوا هم الذين يؤمنون بأن هذه حقيقة لهي الله له أصحاب هذه الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يعتد منكم عن دينه وهذا يدل على مقام الارتداد إذا أدركنا هذه الحقيقة أدركنا قول إمامنا صلى الله عليه وسلم والله لتمحصن ولا تغربن أو تميزن أو ورد يصبح كافراً ويمسي مؤمناً ويمسي ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً بمعنى أن الحبس النفس على مقام هداية إمام الزمان والامتثال لأمره وأمر آبائه صلى الله عليه مجمعين هي ميزان انكشاف الكفر وعدم الارتداد هي ميزان انكشاف أنك ثابت ولم تمت يهودياً أو نصرانياً ويمكن أن يكون من مات من اليهودية أو النصرانية مات مسلماً لأنه حبس نفسه على طاعة هذا الأمر فيما لو انكشف له أو عرد له ويمكن أن يعرض عليه ملك كما أن الشيطان يأتي إلى المؤمن فيحدثه حين النزع مقتدى العدل أن الله سبحانه وتعالى ينزل ماذا ملك يحدثه عن تلك الحقيقة فربما قلبه يلبي التفتوا أيها الأخوة الله سبحانه وتعالى عبر عن قوم ارتدوا وهم يدعون الجهاد فقال ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونه ويحبهم بمعنى أن لا أنتم تحبون الله ولم يحببكم الله سبحانه وتعالى لأنها صفة لمن للذين سيمكنهم بنصرة إمام الزمان صلى الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون وكان سيد هذا المقام وحضرة أبو طالب صلى الله عليه وسلم أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم ويثبت الحق المتعال أن الهجرة والمجاهدة هجرة النفس من هواها إلى طاعة الإمام ومجاهدتها حتى سواء أمر بمقام الأمر أو بمقام القتل كليهما أمر واحد الله سبحانه وتعالى يسمي الإنسان هنا في المقام مقام المؤمن والمرتد عن طاعة والمرتد عن الدين في ماذا في عصيان أمر والإمام وعدم نصرة مقام الولاية هو الذي سماه الله ليس محبوبا لديه أصلا لا يحب الله ولا يحبه الله سبحانه وتعالى وأن الله سيستبدل هؤلاء بقوم أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين أذل بين يدي إمام الزمان صلى الله وصفتهم الروايات أنا أتحدث لأن الإمام صلى الله وصفتهم بقوم بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة يقول يتمسحون بسرج الإيمان يطلبون بذلك البركة يقومون في خدمته ليلا منهارا يتصابقون إلى خدمته أذلاء بين يديه وأنهم أطوع له من الأمل سيدها صلى الله هذا الذي فاز بمقام الجهاد لذلك ورد في الزيارات جميعا أشهد أنك سبيل الله الذي من سلك غيره هلك وهي تفيد الحصر لأنها تنفي وقال الله والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين من يجاهد بمقام طاعة الإمام الله سبحانه وتعالى يلطف به ويسددهم ويوحي في باطنه ولذلك قال إمامنا الصادق صلى الله عليه وسلم حينما حدث أبا بصير عن فتنة آخر الزمان قال سيدي وكيف النجاب بذلك اليوم قال اعلم أن نور ولايتنا في قلوب المؤمنين لأضوأ من هذه الشمس الداخلة من هذه الكوة وإلى من نفزع قال إلى من كانت له دراية في علومنا وأحاديثنا آل محمد علم دراية مش راية عم بفتش الأحداث لا شو بده يصير هذا اشتباه هذا ليس علم دراية هو عم بشوف شو الصبل للوصول إلى الأمان وعلى أساسها يسلك هذا المسلك والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمر النجاب ويكون الإمام صلى الله عليه صلى الله عليه هاديا له لذلك قال والذين جاهدوا فينا ومقام الجمع فينا كان معلوم ورد في الأحاديث أن ما كان بمقام الجمع هو لنا آل محمد عن أمير المؤمنين صلى الله عليه من يجاهد فينا في مخالفة الهوى يطيع حيث أمرنا وينزجر عما نهينا من جاهد نفسه وفي مؤساة الأخوان وبذل ماله وبذل احترامهم وواسع بين نفسه وبين إخوانه وكان أبا رحيما لهم هذا مجاهد فينا فينا يعني فيما أمرنا ولم يؤثر عما ولم يؤثر شيء من حطام الدنيا على أمرنا وعلى الكذب علينا وعلى التهاوم فيما أمرنا هذا الذي جاهد يمكن يجو الصلاة يضع بعض الفقهاء خذ هذا الأموال ونحن من شهرك ومن سويك زعيم وإلى غير ذلك في مقابل يخيشل حديث ذكر فضائل فاطمة هذا ليست مجاهدة هذا ليست مجاهدة وهناك أقوام الله سبحانه وتعالى يمتحنهم فيضعوا في موضع أنكم لو تحدثتم بفضل سيدة نساء العالمين ستسلبون كل شيء ستنكرون ستسبون سينكروا عليكم ستتهموا ستحسدوا يقولون ربنا أن ملذة الحديث عن سيدة نساء العالمين ألذ عندنا من الدنيا والآخرة فلا تحرمنا فيضعهم الله في هذا هذا جهاد ذاك عردت عليه فسارع إلى ترك بل سارع إلى الإنكار والعياذ بالله وإلى التكذيب وطارة تحت عنوان ماذا يفيد هذا في الدين الإسلامي الجهل أوصلهم حب الدنيا أعماهم أعظم الذنوب إذا كان التقصير في حق المؤمن يستحق الإنسان على يد دخول النيران والعياذ بالله ذاك رجل يدخل على أمير المؤمنين يأمر بإثنين أهل بلاية يدخلوا عليه يقولوا له أن بيموتوا يقولوا لا لن يموتوا يدخلهم عليه أما أنت ويكونوا من أصحابه أما أنت فأخذك الله لأنك كنت في موطن قد نالوا فيه من سلمان ولم تدافع عنه وذاك قال له قد كنت في موطن مدحت فيه أكثر من اللازم قنبر فاعتدوا عليه فابتلاكم الله بذلك إذا كان هذا شأن طنبر وسلمان كيف شأن الأمير صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا الناس بالعذاب ولذلك قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا مقام الهداية بمقام الجمع ومقام السبيل بمقام الجمع ومقام فينا بمقام الجمع لنهدينهم كيف يهتدوا قال الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات أصلا باطنك مقام الأمر الذي هو مقام الروح الذي هو مقام النفس ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا نعم هو مهدي من يجاهد في هذه الحقيقة سواء كان معروف عند الناس أو مجهول عند الناس كان في داره أو كان في الطبيق هو حاضر في كل آن بين يدي حضرة رسول الله وبين يدي الأمة وهو قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وبذات الرؤية لرؤية الحق المتعال أضافها الله لرسوله وللمؤمنين ولذلك روية في بعض الأخبار أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل اسمه مجاشة فقال يا رسول الله كيف الطريق إلى معرفة الحق فقال صلى الله عليه وآله وسلم معرفة النفس كيف الطريق إلى معرفة الحق قال معرفة النفس حتى تعرف شو بد تعرف أن ما مش مع الحق فقال يا رسول الله فخيف الطريق إلى موافقة الحق فقال مخالفة النفس فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى رضي الحق قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم سخط النفس فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى وصل الحق فقال صلى الله عليه وآله وسلم هجرة النفس فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى طاعة الحق قال عصيان النفس فقال يا رسول الله كيف الطريق إلى ذكر الحق قال نسيان النفس قال يا رسول الله كيف الطريق إلى قرب الحق قال التباعد من النفس فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى أنسى الحق قال الوحشة من النفس فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم الاستعانة بالحق على النفس الاستعانة بالحق على النفس هذا ما ممكن أن تتأدي لابد الله سبحانه وتعالى يعينك حتى بمقام الجهاد ومن هنا ورد أيضا كذلك الأمر عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عن علي بن الحسين ومحمد بن علي أنهما ذكرى وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده وشيعته عند وفاته وهي طويلة وفيها والله الله الله في الجهاد للأنفس فهي أعدى العدو لكم إنه تبارك وتعالى قال إن النفس لأمارة السوء إذا كان هذا شأنه تطلب كل شيء لإله حتى حقوق الآخرين تنظيم مخالفتها والالتزام بما أمره الله سبحانه وتعالى سواء في الواجب الذي والحد الأدنى أو في المستحبات وهي من قبيل الإيثار وغير ذلك والعفو والخلق إلا ما رحم ربي وأن أول المعاصي تصديق النفس والركون إلى الهواء أول معصية لله سبحانه وتعالى وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال جهاد النفس مهر الجنة إنه إذا غلبت هون هديك ضمنت أنك في طريق ماذا؟ ماذا؟ الجنة وطريق الحق وقال في وصية النبي لعلي عليه السلام يا علي أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد لأنه أنت نوين نزلت آتل؟ لتدفع الظلم وانت ظالم ما ممكن أنك تكون مجاهد أنت في صراع مع الجبابر وفي الكافي عن أبي عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بسرية فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس قال جهاد النفس أن تجاهدها أن تطيع أسيادها حتى تحشر معهم فتكون معهم ولذلك أبو جعفر الطوسي قال صلى بنا رسول طبعا عن هذا عن الشيخ إلى أن يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام صلاة الفجر ثم أقبل علينا بوجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تفسر لنا قول الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يفسر النبيين والصدقين والشهداء فلم يسمي فلانا وفلانا شهيد ولم يسمي كل من قتل في هذه الأمة شهيد فقال أما النبيون فأنا وأما الصدقون فأخي علي وأما الشهداء فعمي حمزة وأما الصالحون فابنتي فاطمة وأولادها الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم وهذا بمصادر العامة موجود لذلك قال عن الحسين بن علي قال ما من شيعتنا إلا صديق شهيد قال قلت جعلت في ذاك أنا يكون ذلك وعمتهم يموتون على فراشهم فقال أما تتلو كتاب الله في الحديد والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم قال فقلت كأني لم أقرأ هذه الآية من كتاب الله عز وجل قط قال لو كان الشهداء ليس إلا كما تقول لكان الشهداء قليلا لكان الشهداء قليلا وهذا لا يمنع أنك يجب عليك الخروج هذا شيء ويجب عليك شيء آخر مرة يجب عليك الخروج بعنوان نصرة الإمام هذا أصل الجهاد مرة لا بالدفاع عن ضعفاء الشيعة وزود النواصب ومردة الشياطين عنهم هذا من باب الدفاع عن الضعفاء يعني أنصر أخاك ظالما ومظلوما ظالما لنفسه فتنصره فتدل على طريق الحال ومظلوم أن تدفع عنه تلك الشياطين وقد أمرنا بهذا طبعا درجة إلى درجة وفي تأويل الآيات لحسين بن أبي حمزة عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت في داك قد كبر سني ودق عظمي واقترب أجلي وقد خفت أن يدركني قبل هذا الأمر الموت فقال هذا منتظر إمام الزمن حتى يقتل ماذا معه فقال لي يا أبا حمزة أو ما ترى الشهيد إلا من قتل قلت نعم جعلت في داب فقال لي يا أبا حمزة من آمن بنا وصدق حديثنا وانتظر أمرنا كان كمن قتل تحت راية المهدي صلى الله عليه وآله وسلم بل والله تحت راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا حمزة ينتظر ويقول من صدق من آمن بنا أول رتبة وصدق حديثنا أن جهة الله أن يد الله أن جنب الله أن وجه الله هذا ما أمرنا أننا نور الله كما أمر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه فقال آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وصدق حديثنا ما أنكر علينا والله ما كان فإن الإنكار هو الكفر بعينه هذا هو الذي امتحنك الله فيه والله حر وانبي امتحني يمتحن فإنا نخرج في آخر الزمان حديث فضلنا آل محمد ليخرج به كل ذي بطانة ووليجة وهذا مروي عن الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم عليه في أحاديث 90 ألف حديث لجابر الجعفي هذا ما أخرجتهم السيوف والناس بتهوبر رضا من آل محمد طلوا عساسا رضا من آل محمد لفوا على بني العباس وخربت الدنيا حتى لا يقوم أحد يبذل الجهد وإخر شيء تنصب يد الجبابر عليه يفقى قبل القيام أنه أنا لو أن رايح لو أن واصل أنا في طريق نصرة الظالمين والجبابر أم في طريق ماذا؟ نصرة أئمتنا وسبيل الله هل هذا سبيل إبليس سبيل المخادعة وأطفاء نور الحق؟ وقد ورد هذا في الروايات أن من الفتنة على شيعتنا من هو أشد من فتنة الدجال أشد من فتنة الدجال يقول ما هي قال تضيع الموازين لأنه يضيع عنوان المؤمن فيها الرواية عن الإمام الرضا صلى الله عليه وسلم وهي أشد لا يعرف مؤمن من منافر يخفي عنوان الموازين لتظهر عنوين مجتمعة فيضيع ميزان المؤمن وتضيع الموازين في الامتحانات الإلهية أنا بتصور اللي اشتغلوا هيك مفكرين حلون أشتر من الله ما الله حطه مش هيك الله حطه بآدم أول الشيء كان قادر يجمعها كل الموجودين فوقي يضبط الأمور مع بليس وتزبط بالأرض على كل حال ولذلك قال من كانت مجتمع في هذه الشرائط قطرة الدم فيه محبوبة عند الله ولكن هذه المحبوبية هي عنوان التوجه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يحبهم ويحبونهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرة دم في سبيل الله وقد شرطها في مقام سبيل الله سبحانه وتعالى وعن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن جبرائيل أخبرني بأمر قرت به عيني وفرح به قلبي قال يا محمد من غزى غزاة في سبيل الله من أمتك فما أصابه قطرة من السماء أو صداع إلا كانت له شهادة يوم القيامة حتى مقام التعب والنصب في مقام المجاهدة لخدمة إمام الزمان صلى الله عليه وسلم وليه توصل إلى هذه العنوين ولذلك قال أمير المؤمنين فيما أورده الكافي كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجال رجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته وهذا مقام جهادها سبيل الله من يحدده؟ أكيد خليفة الله يدرك سبيل الله مما أمره خليفة الله مما أمره خليفة الله لذلك كان أمتنا عليه وسلم دائما يسددون شيعتهم إياكم الوقوع في مخادعة من يدعي أن فضل المجاهد إن ذاك ليس بمجاهد قد جاهد هوان يثبت خليفة فلان وخليفة فلان في الكافي عن أبي عبد الله ديروا بالكم منيح من هذه الرواية أيها الأخوة تدرك معنا كيف يكون القيام ولمن القيام عن أبي عبد الله عليه السلام قال لقي عباد البصري علي بن الحسين وكان هذا من المخالفين صلى الله عليه وآله وسلم في طريق مكة فقال له يا علي بن الحسين ذاك عباد تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحج ولينته إن الله عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وحدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم هذا رجل أحمق لأنه لو أدرك معنى من أوفى بعهده لأدرك أن الذي يقوله ليس له وفي هذا الوجود الإمام لطفا بجهله ماذا قال له فقال له علي بن الحسين عليه السلام أتم الآية فقال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين قال علي بن الحسين عليه السلام إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج هذه كل الميزان أن تكون هذه حافظون لحدود الله صفاتهم تائبون وعابدون وحامدون سائحون وراكعون وساجدون وأمرون بالمعروفون هنا عن المنكر وحافظون لحدود الله أي لا يضغم لذلك كان عليه صلى الله عليه وسلم عليه وعطيت الأقاليم السبع لأن أسلب هذه النملة حقها ما سلبت ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء أمر الله سبحانه وتعالى فإنه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا والإشاطة بدمائنا وميتته ميتة جاهلية هذا أمير المجاهدين أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم من لا يؤمن على الحكم شو نتيجته؟ بتكون نتيجته؟ كان معينا لعدونا في حبس حقنا والإشاطة بدمائنا أكثر من حبس الحق ما أنت مكنته لو وصلته لهون وبعدين تصار يذبحنا ويذبح أوليائنا ما أنت اللي دعمته أنت اللي وجهته أنت اللي علمته هذا إذا توجه وقتل أوليائنا وقتلنا من يكون؟ ولذلك قال لا يخرج لا يخرج يعني يحرم الخروج مع من؟ مع من؟ لا يؤمن على الحكم وهو حكم الله سبحانه وتعالى مهما كان ويقول وَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِي حَتَ لَوْقُتِلَ هذا الذي قال صلى الله عليه وسلم عليه إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه وليس لكل الأولياء بل لخاصة الأولياء وخاصة الأولياء قلة الذين ينفذون في هذا ورأسهم وأساسهم الشهداء مع أمير المؤمنين والشهداء مع الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم لأنه حبسوا أنفسهم على خدمة الإمام ومن قتل غيرهم هكذا والله أعلم بنيته كيف خرج الله ميتته يقول أمير المؤمنين ميتة جاهلية كل إنسان الله بيمتحنه شو كان سببه ممكن جاهل هل لا تعلمت قامت عليك الحجة ولا ما قامت ممكن يقتل ويتودى دذرع جهنم لأنه قام الأول وثاني وثالث ووقعهم كلهم حتى أوقع كربلاء وأنما تمكنوا من كربلاء لثبوتها في من مضى من مكن هذا السلطان كان مشاركا بقتل الحسين صلى الله عليه وسلم من مكن من كان يعرفه من لا يؤمن عن الحكم بمعنى لا يلتزم أمر الله وهو أمر الله الإمام هو أمر الله طاعت الإمام هي أمر الله مساعدتهم يقول الإمام من خاط لهم خيطا فقد جلد بلجامل من نار جهنم خيط خيط كبس خيط والروايات إعانة الطاغوط إن شاء الله تأتي مفصلا معنا في مقام البحث ولذلك عن الرضا عليه السلام في كتابه للمأمون قال والجهاد واجب مع إمام عادل ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد وهذا شيء آخر غير موضوع الجهاد هذا مقتول دفاعا عن ماله وهذا ما قدمناه في أول رحله ونفسه وداره وبلده هذا شيء والجهاد شيء آخر المراد من الجهاد هي في نصرة الإمام فيما أمره وهذه تحتاج إلى أمر الإمام فلذلك الله سبحانه وتعالى حينما يقول لهم كفوا أيديكم ويأمرهم الإمام أن تجلسوا داركم حين ذلك عليهم بالانتزام بهذا ولذلك في نهج البلاغ عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة له ألزموا الأرض واصبروا على البلاء ولا تحرقوا بأيديكم وسيوفكم في هوى ألسنتكم ولا تستعجلوا بما لم يجعل الله لكم فإنه من مات منكم على فراشه وهو فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا ووقع أجره على الله واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله وأقام النية ما قام إصلاقه بسيفه فإنه لكل شيء مدة وأجل ما أمروهم أبتنا سواء لبني الحسن أو غيرهم هم لا تذهبوا وتقاتلوا لأني علمت تصفحت فوجدت فلم أرى في مصحف فاطمة وقد أعانهم الإمام في فضح هذا السر لكم ملك وأن لهم ملك وقد فسرها الإمام صلى الله عليه وسلم عليه مثلكم كمثل الطير يريد أن يطير قبل أن تنبط ماذا ريشة فإنه علل ماذا معرفة تحريم القيام في وجه السلطان الجاء مما يعني أنكم ما لم تتمكنوا لا يجوز لكم أن تقوموا والقيام بوجه نسفي كل المملكة بمعنى نسف الظلمات هذا يحتاج إلى إذن الإمام صلى الله عليه وسلم نعم الدفاع عن البلدان الإسلامية والشيعية والعقائد هذا من باب الدفاع من قتل عن نفسه وماله وعرضه ودينه هذا شيء وذلك شيء آخر وأن كان طبعا بعد ممارس عنوين كثرة عنوان الطقية عنوان من أن يدفع عن ببدني عن يدفع ماله بدل بدنه وأن يدفع بدنه بدل دينه بل أن يهدم دينه هذه قد فصلت الظرويات هذا العنوان مفصلا ولذلك عن بشير الدهان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إني رأيت في المنام أني قلت لك أن القتال مع غيور الإمام المفروض طاعته وعطوه حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير مثل ما هذه حرام حرام فقلت لي هو كذلك في المنام فقال أبو عبد الله قال قلت لي قلت له شفتك مولاي في المنام وانت اللي هي فقال أبو عبد الله عليه السلام هو كذلك هو كذلك يعني أمضاله يعني صار منامه حج لأن الإمام حين ذلك أمضاله هذا الأمر إحانة الظالم ما يستفزك الألسن الألسن ما تستفزك أن تذهبوا بهوى ألسناتكم ضققوا فإذا وجدتم بذلك نصرة لنا فانصرونا عن أبي عبد الله يقول قال محمد بن عبد الله للرضى عليه السلام وأنا أسمع حدثني أبي عن أهل بيت عن آبائه أنه قال عليه السلام أنه قال لبعضهم إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين وعدوا يقال له الديلن فهل من جهاد أو هل من رباط فقال عليكم بهذا البيت فحجوا لأنه أي قيام كان مش مثل هالزمان يعني كان قيام لنصرة ذاك الخليفة قال عليكم بهذا البيت فحجوا فأعاد عليه الحديث يعني مكفيين الأمر عا بيطلع ناس شو بدكم كلكم يعني فردين ثلاثة بالمجتمع ما قلت ضيعوا لي حالكم أنني كعدوا هلا هنا وفي من يقوم بحفظ بلاد المسلمين فأعاد عليه الحديث فقال عليكم بهذا البيت فحجوا أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفخ على عياله من طوله ينتظر أمرنا فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدرا وإن مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع المهدي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا في فستاته وجمع بين السبابتين ولا أقول هكذا وجمع بين السبابة والوسطى يعني حتى مش هيك هيك فإن هذه أطول من هذه فقال أبو الحسن صلى الله فقال أبو الحسن صلى الله هذه حتى يأتي أمرنا عندنا في الروايات التي إن شاء الله تعالى ستأتي مفصلا للحديث فيها عنوان فإذا بان أمر ولايتنا ودولتنا فأتونا إن لدولتنا علامات إذا ظهرت فأتونا إذا ظهر اليماني فأتونا فإن فيه دولتنا والملتف عليه واتخاذل عن نصرته محرم وهذا كانت قبل القيام رجل من أهلكم يدعو إلى أمرنا يهديكم فأتوه والمتخلف عنه في جهنم إلى غير ذلك إن لدولتنا علامات يقول من العالمات ولذلك قلت أن هذا الزمن غير الأزمنة التي كانت قبل سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا في عنوان حدود أمرنا حتى لا يشتبه أن الأئمة صلى الله عليهم أجمعين أظهروا هذا العنوان مباشرة للظهور مباشرة أم أنه قبل الظهور هناك شيء يمكن التمسك به فإن فيه من علامات دولتنا إن لدولتنا علامات فإذا بانت لكم كانت وواية أهل أزربيجان نار لابد لنار في أزربيجان فإذا قامت لا يقوم لا شيء فإذا كانت كونوا أحلاس بيوتكم أو غير ذلك هناك دفع للشيعة أنهم كيف يتصرفون في زمن الفتن وسيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا البحث في هذا العنوان إذن المناط فيها أن لا يدعو لنفسه هناك 12 راية تخرج وكل دعوة تدعي في مخالفة هذا الدين أن لا تحفظ ولينا أن تعاضي ولينا أن تبخل على ولينا أن تهدم ولينا أن تقرب الحربي وتبعد البدري أن 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 إلى غير ذلك من الموازين لم تكن راية لنا بل هي راية لنفسها وقد وصفها أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه برواية الضلال تخرج 12 راية ضلال الكل يدعي لنفسه وهذا علينا أن نلتفت مفصلا بحقائق في بحث الجهاد لأن الألسن تستهوي الألسن تستهوي ونعوذ بالله أن نكون قد أخرمنا سنن عنوان الجهاد فنكون في جهنم نعم لابد من حمل السلاح وأنا قلت هذا الأمر الدفاع أقلا عن المال والبيت والعرض وعلى النفس ويكتب الإنسان شهيد لكن الخروج بعنوان الحاكمية هذا يحتاج إلى انتفال أمر المولى صلى الله عليه وسلم فقد وصفت كما وصفت هنا روايات ضلال وصفت الروايات أن من آل محمد من يهدون قبل الظهور إلينا وأن التخاذل عنهم غير معفعا وأن الاتواء عليهم تكون في النار وأنهم يهدوكم وأن نصرتهم واجبة وهذا لابد من أن يتبين فلا تجتزئ هذه فتكون مفرطا ولا تجتزئ هذه فتكون مفرطا علينا أن نسلك السبيل الوسطى التي هي العادلة التي هي الالتزام بكل أمر الإمام أخذ هذه الرواية وهذه الرواية أجمعها وشو بيطلع عندي المفهوم بيكون بنتزم فيه فأنا داعي إليه دليلي في الدعوة إليه أني خلفت هوايا في طاعته وامتثلت أمره أمرني بحفظ أوليائه فحفظهم وأمرني بمعادات أعدائه وعدم نصرتهم فصنعت ولم يكن لي أمر بل كنت خادما وهذا معنى قول أن أكون خادما في هذه المملكة بمعنى معينا على ما أمر آل محمد وسيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا ولا يقول أحد خرج زير لو ظفر لوفى بما وعد فإن الوفاء لهم صلى الله عليه وسلم دليل الهدائي إلهي بحضرة إمام الزمان صلى الله عليه وسلم افتح على قلوبنا معرفة سبيلك ومعرفة أوليائك لنعلم أننا قد فزنا بسبيلك وجاهدنا أنفسنا للوصول إلى خدمة وليك وارضي قلبه الشريف عنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته